أهلا بكم مع عزائي المشاهدين مجددا في حصة بوضوح يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي اليوم في هذا العدد الوزير السابق والمناظل البارز بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد الرحمن بالعياط للحديث عن موقف الباهت الذي وصفه البعض بالموقف العار من الأحداث الأخيرة التي تسارعت بين الجزائر وفرنسا والتهجم الفاضح لرئيس حكومتها مانويل فالس على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس حزب جبهة التحرير الوطني سيد عبد الرحمن مرحبا بيك أهلا وسهلا شرفتني بحضورك سلمك سمعتني لنك ندير تكميلة صغيرة مرحبا تقدمتني كوزير سابق قدمتك كوزير سابق وكمناظلة فلانة ما تكفيش مناظلة هذه لمزية الخبز العيد أنا مناظل واحدة ما يقدرين حياري ولكن أنا رئيس القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني مش من قيادة يا سي عبد الرحمن معلناش لا 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 الحزب عنده أمين والعام أنا على كل حال بهذا الموقف كنت نتمنى أنه يكون معي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لكن تعذر الأمر خاصة أنه غايب ربما موجود في فرنسا وكنت نتمنى أنه يكون هو اللي يتحدث باسمكم باعتباره ليشغل المنصب الأمين العام للحزب خاصة أنه الإحداث تسارع سي عبد الرحمن إلا ترفض لي هذه التسمية هذه ما نرفض لك شي أنا ما نرفض لك ما نقبل لك سي عبد الرحمن لا 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 نقول لك الدابور ما أنت ما عندك ش حق ترفض هالي تفاضل ما عندك ش حق ترفض هالي هذه الصيفة نتاعي وانا جاي لنا بنا نتكلم هالي الصيفة طيب ما نيش جاي برك كوزير سابق ولا كمناظل هين نتكلم معاك فهالي الصيفة طيب وهالي الصيفة احنا مثبتينها وورانا مشهين لعند العدالة باش نحلوا المشكل نتاعي الحزب طيب إذا نبدأوا نتكلموا في البداية وانت ما كش طرف في الموضوع وتقول لي لا يجي لأمين العام كنوا اللي حين نصلوا الكلمة لأمين العام نحضروا علي هذه اللي راكم مسميينه أمين عام ايه ما مش أمين عام وضحت طيب ما شي مليوم قلناها وتيرو طيب معلي ناش أنا أنا موقفي خصك معلي أنا ما نش طرف سي بالعياط أنا ما نش طرف أنا صحفي بيناتكم انتم مش معجبة تحليب بينكم بين بعضكم أنا شي نعرفو devastated shot مرأة مع البودة والسيد عمار صعدني هو الأمين العام لحزب جبهة التحليل الوطني حسب القانون لتعدل الجزائرية أنا خاطيني ما لنت رك تتكلم عن اللجنة المركزية طيب خليني حليني من اللجنة المركزية لا أقول لي مكش عضو اللجنة المركزية أنا نقول لك عضو اللجنة المركزية الشرعية اللي انت تشير لها بأنها لزنة مركزية فهي غير شرعية والميلة فرهوبي الدين العدالة والعدالة مزارة ما فصلتش فيه وبالتالي انت تتكلم على لزنة مركزية افتراضية وانا نتكلمك على لزنة مركزية شرعية وعقيقية إذن أنا مجيتش باش النقش هذي ما نتالي مجيتش باش النقش أنت نهار عاظتني قلتك سامح لي راني مترأس اجتماع بتاع القيادة الموحدة وراني بي صدد إصدار بيان في الموضوع انتا الأمور السياسية تاع الأحداث الأخيرة قلت لي انتا ما عليش أرواح وعندك الفرصة تتكلم عليها طيب هداوش ها هعطي الفرصة تتكلم عليها لا متفقيل متفقيل انتا كنت رايح تصدر بيان وانا طلبت من انك فعلا تتأجل الأمر بعتيبارك راح تكون ضيفي في حيث سطبي وضوح وانا نشكرك انك لبيت دعوة سي بالخير شكرا لك قول لي كيفيش تفسر موقف حزبكم سي عبد الرحمن الموقف الباهت الصامت اللي البعض يصفوا بالعيب البعض الآخر يصفوا بليه عار على حزب جبهة الحرية الوطنية ما تدافعش على رئيسها البعض من القواعد غاضب البعض البعض حاير البعض تخلطوا له الخيوط البعض يعني قالك انه الأمين العام تاع حزب جبهة الحرير الوطني كان كل ما تتكلم المعارضة يهزلهم الفاس الان يلتزم الصمت بعد الهجمة الأخيرة اللي تعرض لها رئيس حزبكم عبد العزيز بوت فليقة حتى انتم ما سكتوا المجاهدين القيادات التزمتم الصمت البعض حملكم المسئولية اعتبركم مسئولين متواطئين كيفش تشوف الخضم كل هذا؟ هذا المواضيع وكل يمتالي هذه التحكم من النص نهار ايه تفضل بصرح سمعني كتكلمت أنا وياك قلت تكون لك الفرصة تقرأ بيانك ما عليش تفضل مرحبا مرحبا صح اجتمعت القيادة الموحدة لحزب جبه التعريل الوطني ايام 16 و 17 و 18 أفريل 2016 وتدرست التطورات والمستجدات على الساحة السياسية الجزائرية الداخلية والخارجية وقيمت الأوضاع النظالية والنظامية للحزب من القاعدة إلى القيمة بعد الاطلاع المستفيذ والدقيق على المحطيات الرسمية والإعلامية والنقابية والشعبية وبعد التمحيص والنقاش الواسع والهدف في الواضيع التارية أولا باختصار 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 بمناسبة عقاد منتدى الفوروم الدورة الثالثة للجنة الحكومية العليا الجزائرية الفرنسية هذا وقع فيها حدث نحن عدنا رأي فيه تفضل ثانيا موقف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إزاء التقرير الأخير لوزارة الخارجية للولايات المتحدة بتدخلها في الشؤون الجزائرية والسيادة الوطنية هذي فيها زوجنا قاتلوا قضينه قتلوا الثانية باختصار سي عبدالرحمن باختصار لأنه عندنا ملفات كثيرة باختصار باختصار لأنه عندي 52 دقيقة دي جديت لي منها خمس دقائق باختصار باختصار في الموضوع باختصار باختصار سي عبدالرحمن بش نروحوا للأسئلة على أخبار المريح باختصار قول لي موقفكم من رئيس الجمهورية قول لي ما جبتني باش نتكلم وانا جبتني باش نتكلم تفضل 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 أسئة عبدالرحمن قول لي موقفكم في البيان مننا نخلينا نشتيك نحطرنا ونشتي الحصة داعكم تفضل يصفي ذوك أنت تقول للمجاهب اللي رأني مكاين رأني يقول في حاجة تافع لا لا تفضل تفضل ما يشتافع قول لي موقفكم من رئيس الجمهورية انت بقيت من غير وزير الخارجية واحد اللي قيم الموقف تعل الولايات المتحدة تدخل عندنا انا درسته في القيادات واني عندي رأي فيه تفضل باختصار وانزيلاق جاريت للموند فيما يخص الصورة اللي خرجتها للرئيس وداروا منها صوك وحبوا يفرضوا علينا رأيهم تسبني وتمعرني وتظلمني وتقول لي انجيل دارك بالسيف واندير ونعاو ندير لما هذه يعقبوها هذه يعقبوها اول مقالة كان على سي عبدالسلام بوشوارب استرش بعد ناظر على سي عبدالسلام بوشوارب وبعد دفادر باناما باناما بي بيرس وقضية المتعاقدين في خطاع التربية طيب هذا الجزء الأول طيب خلصنا استرنا انا عارف متطلبة الحسطة والحرصت عليك روح لي روح ليسا بالموضوع السي عبدالرحمن استرنا هذوك اللقاط انا عندي انا مانيشفي جوانب الموضوع ايب الى راهم عندك انا متفقين متفقين روح ليسا بالموقف كم من تهجم الجزء الثاني هو عنده نفس الأهمية وهو أوضاع الحزب داخليا داخليا وأفاق المرهونة طيب قل لي موقفكم من يا رحمة ديك السي عبدالرحمن من التهجم الأخير للرئيس فالس خليني ما قريت البيان بارك الله فيك قل لي موقفكم الصريح انتما انتما أيضا البعض لام على سعداني انو ما 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 ولام على حزبكم نصيرها فيك خطار في النفسية تعينا سيسني بالعقل نتكلم معك في كل موضع كي تعود شوية تبروفوكيني هكذا وش ندير انا نزم نرد لك بنفس النبرة ما علينا واذا ردتك بس النبرة وش يقولون الناس فيما قم والدي يعني يكفيش مبروفوكي كاسي عبدالرحمن تفضل ايه بصار انا عندك دور اعلامي وانا عندي دور مسؤول تفضل تفضل جاوبني جاوبني عندي خليكم الورقة جاوبني لا قول لي وش موقفك منها خليك من الورقة قول لي وش موقفك منها من التهجم الأخير انت لا كلمة الورقة تعي مانيش خايفة ما فيها حتى حاجة اللي تخدش الحياة ولا اللي يديرك غلطة سياسية ما تخافش انت خايف من السؤال ولا اسي عبدالرحمن أنا خايف من السؤال قلني اجيت انا تفضل كلي جاوبك انتاني خايف من الجواب ما خايفش انا تفضل انا عارضك عدم ما نصر باعتدائها عشر دقائق السيد عبد الرحمن تفضل عشر دقائق الرئيس لا نقدرش النقش تفضل كي خلاص الوقت قول لي روح تفضل تفضل أقول تفضل باعتدائها على صورة الرئيس جاءت التغريدة كعمل غدر وخديعة من طرف ضيف رسمي برتبة سامية ورسمية ضد مضيف كريم ونبيل الفرنسوية هذه نقولها لك وهو يعرفها استنقض تريز إدو تريتريز أصي أم بري في كسلرة هذه وإذا تذكرنا نذكرنا موش يقولوهما في المواضيع كما هذه موريس كوف دوميرفيل كان وزير خارجية جنرال دوغول لمدة طويلة في الأخير أصبح رئيس حكومة موش يقول سونيبا كونفونابل هذه بلا عربية ما تندرش ولو كان معنا في هذا الوضع ولو توجد أحد إخوانينا من الشرق الجزائري وتعرف أنت المقدرة الشعبية على التعليق متأفسفا لهذه الخدشة المسمومة لقانا لفالس مكاركسي 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 مكارش منوري باديو سي كارسي دي بلاسي سي روكري طابل وفي الحقيقة بفعلته هذه وشدير فالس صوب البشطولتها على رجله طيب بالفرنساوية لا تزربش بالفرنساوية يسي تيري ينبال دون بي هو يحسب بل يضربوا تفريقا وضرب الجزائر وهو مظهر غير نفسه وفزد الأمور على نفسه عندهم الهيه وعندنا الهنة طيب طيب لماذا غاب موقف حزبكم يا سي عبد الرحمة لماذا غاب موقف حزبكم الرسمي حسب رأيك ماذا ما تكلمتوش اصلا شوذك نقول لكم لي انتا كي تسألني هكذا بصفة غير مباشرة تقول لي انتم واش قلتوا طيب لا لا بصفة مباشرة انتم واش قلتوا فعلا هيا لا نقول احنا واش قلنا احنا أولا ماناش مديرين روحنا في نفسه مع من يغتصى بالحزب ومن سندوه وحذو حذوه احنا ماناش باش نسبقوهم في ردود فعل احنا مسؤولين ومن ديروش التهريج والتشويش ولما تكون امور سياسية في الوطن وخارج الوطن وتهم حزب جبه التحليل الوطني نقولوا فيها رينا ها في الموضوع هذا هاني قلتك رينا مكاروش يديرها هكذا مكاروش وهذا وهذا يعلى شبه نتكلم كما لديبلومات لان العلاقات مع الدول ما نقدروش ننهيوها على الزلة كما هذا الزلة اللي درها هذا رئيس المزارة كنا قرأ الجرائد تواكم أخرين يقولوا هذي دارو هانو ناس من الجهة نتعو وهما اللي سربونه هذا التغريدة وهما اللي حبوا يورطوه أخرين يقولوا لأنه غذب ما عجبوش الشيء اللي مضاو عليه قلنا اللي ما حبوش يمضاو عليه رد الفعل هكذا ما وش هكذا تعاملوا الناس مع الجزائر ولانا تعطيلي فرصة لا أنا نسألكون نعطيك الفرصة أنتم ما حزب جبه التحليل الوطني لا ما تعطي علي شو بأزعلي لكن أنتم ما حزب جبه التحليل الوطني معروف أنه في التعامل مرجعيتكم مع فرنسا هي مرجعية يعني وصلت حتي للدم يعني الناس مت في حزب في الفلان على البلاد هذي لكن الآن موقفكم الرسمي موقف حزبكم ولا كلمة ولا كلمة لماذا برأيك لو الكلام التاعي هذا ما أعجبك شو موش فلان لا معليش أنا نتكلم علامي العامل يراوي شغل المنصب الرسمي أنت أنت اليوم ما رأك تكلمت أكتكلمت عندي واضحة لكن ما رأيك أنا كنت رأي نتكلم قبل ما نجيك هكذا ما غبناش عنا على الساحة ولكن ما نديره لا تشويش للتهويل باشت الناس كيسمعوا صوتنا يعطيه وقدر كنت لي باللي علاقتنا مع فرنسا رايحة من بعيد مرجعية هي مرجعية الدم ومستعمرونا وخرجناهم وعندنا مليون ونص شاهد وخرجناهم ونص مليون شاهد اليوم تقريب وصلوا إلى حبوا حبيتون قول يمسوا حتى رمز موش رمز رئيس عزبكم موش غير رمز ذوك أنت تحفز فيها باش نقول لك الكلام اللي قلته لك هذا أكثر من اللي يقدر يقوله هذا اللي تقول عليه أمين آمتاء الحزب والله الناس اللي اللي تبعوه رامز أكتين رامز أكتين لا لماذا بصحب رأيك أنت تعرف الحزب أنت مجاهد أنت تعرف الحزب لماذا أستطع أنا مبرمجها في قضية الحزب قول لي ما تبرمجها أنا مبرمجها أنا اللي نسأل أنا نسأل أنا نسأل أنت تقدر تجاوبني أنا الإعلامي وانت ضيف تاعة أه ما أناش متعاونين على الحزب لا لا متعاونين لكن قول لي أنا أنا نسأل ومتى اللي أنت ضيف تجاوب لماذا هاد السكوت برايك لماذا هاد السكوت برايك السكوت فقدوا شيء لا يعطيه لماذا برأيك؟ لماذا يعني لما يكون الآن في هذا خليني عندي حواج أخرى ناقش حقا قبل ما نوصل له لم عليك جوابني أعطيك حواج أخرى أنا جاوبني جاوبني لماذا برأيك لفلان ملتز من هذا الصمت؟ ويحيا كاللي قال عليها عمار سعداني أنه خاين الرئيس وأنه كذا خرج عن صمته دافع الرئيس رغم أنه ما هو شا رئيس حزبه يعني ما هو شا رئيس حزبه ويحيا دافع للرئيس وقال لك عمل داني يعني استعمل مصطلحات ثم في لفلان ما استعملت واشاسي لا 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 قال المستعمل داني هذا ما قلت عليه في قال عليها من عام تحكم هو رأىه في مركز الرئاسة ويسمع النفسه يتكلم وش يحب ويتحمل من السورية وش يقول أما أنا أنا في كلامي تكلمت ككلاب ومتقول تكش كوف دوم يرفيل لما بالتعبير الديبلوماسي لما نقول لك سي با كونفونابل راني يقولتك أسوأ مما تصور كي نقول لك أنت رئيس حكومة وجي وتصبلها ونقول لك سي با كونفونابل معنا ما هبطش المستوى كنا أنا قادر في روحي ونقادر في بلادي لا تما في لفلان تحس فيكم تسايسوا في فرنسا يعني تما في لفلان مقارنب ويحيا كنصارم في لرندي تما تسايسوا في فرنسا تحبنا نغزيوها روح نغزيوها ونجتم من تغزيوها نسألنا الله حا continu ما نغزيوها نراقب نشوف بللي انتم لفلان خايفين من فرنسا وكانو مكمش لفلان المعرفة هي لفلان يعني ذو كل مرا كنتك تاني ما جاوبتني شهاز يا عمد للرحمن ما جاوبتكش بس على الأفكار رأي في رسل جابني يقول لي لماذا تسايسوا أنا جاوبك سيدي انت غن يهرب ولا جابني جابني يقول لي شوف جاوب اللي نعطي لك أخي قبل هذا فالس كوشنر سمعت به كان وزير خارجية ودير تصريح سيء ومذنب ومسيء لنا قال احنا نستنعو يروح الجيلة الثورة وفي ذاك الوقت تسقم علاقاتنا مع الجزائر ما لأنا كي جينت لهنا خي ما جيش وادي جاءت معي الهيئة التنفيذية على القيادة الموحدة وكلهم من جيل الاستقلال وكلهم من أبناء المجهدين وعندهم نظار كبير النقاش ما هو شو معنا احنا جيل الثورة النقاش رأوا مع الجيل اللي من ورانا والجيل التاك يا سي رفيق الجيل التاك اللي جهو بفرنسا وما يخليهاش تتصرف معنا كأننا مستعمارة مزالوا يحكموها سواء باللغة فرنسية تاهم او بيدي باللوماسية او غيرها احنا اللي جاول لهنا باش يديوا اللي يمارشي من عندنا ايوه ومع هذا يغضبوا كيلو مرة الجزائر ويروحوا ويحسبون جيروا من وراء ومن حولهم هانا جوابناهم هانا يقول لك مكاروش اخي تعرفها في السرق الجزائري تانا لما واحد ما يحبش يطيح في المستوات تانا يقول لك مكارك شا سي عبد الكريم لقل لك مكارك شبعنا رك عفستها برجليك هذا الامر هذا تقول لي انا يا كيفا ما جاوبوش وليه الافلان عنده هيئة من غير الهيئة تانا اخي ما كانش لجنة مركزية داروا لها مؤتمر مزيف مؤتمر مزيف ولجنة مركزية كانت جمع مرتين داروا لها بلي تجتمع مرة مكتب سياسي ما يقدروش يتكلموا اذا كان السيد ماعطاهمش اشارة اذا كان غايب يخرصوا ما يتكلم فيهم حتى واحد مكتب يتعلق الامر برئيس حزبهم هذا الامر يتعلق برئيس حزبهم يقول هانم اقول هانم انا انا اقول هانم انا هوا حزبكم اللي راهم عافسوه هوا رئيس حزبكم اللي راهم تعدوا عليه وانتم ما تستنو نجيكم التسريح منين نجيكم منين حتى نجي مولاه بش يجيكم لو بارتي هان تعنا ولا تعوى احد اخر نجيكم شوف كتلهم برقهم واحد ما يقدر يتحرك ويخافوا كانوا يدار فيهم زياء كيدارهم في المكتب السياسي وما هو مكتب سياسي كيدارهم في الجزة مركزية فيها خمسمائة وخمسة هذا العدد هذا والقائمة تاعهم ما هيش في وزارة الداخلية وتتغير كل عشر يام ومزارة تتغير لليوم وفيهم اللي يقولوا باللي دفعوا باش كانوا في اللجنة مركزية واللجنة مركزية الحقيقية متاع المؤتمر التاسع هذا اللي يراهم فيها أنا احترمهم ومعتبرهم زالوا في اللجنة مركزية الاخرين ماش معتبرهم وهذا في يديهم الحل يا سيعاب الكريم راوا في يديهم أعضاء اللجنة مركزية الحقيقيين اللي يراحوا مع سعيداني في هذا المؤتمر المشؤوم بيدهم الحل مفهوم كل شيء بيدهم وانا أعطيناهم الفرصة رانا نقوموا رانا روحنا للعدالة معليناش كل شيء مقهول فكوا حزبكم من السجن اللي درتوه كل شيء مقبول لكن الشيء اللي موش مفهوم لماذا ما تكلمش عمار سعداني؟ عمار سعداني اللي موالف المعارضة لما ينتق معارض ينوض عليه التروازياء بقير مونديال الآن لما يتعلق الأمر برئيس حزبه ولو في فرنسا وسكت لماذا برأيك كيفش تشتانسا؟ جاوبني بوضوع ما تروح لي لهك لهك خليك من العضاء المكتب السياسي قدم قد حالهم تكلم لي على سعداني لماذا تروح لي لعضاء المكتب السياسي قدم قد روح أتكلم لي على سعداني لا خايف قول لي خايف أن نخرج فاز ليش جاوبني جاوبني لا لا خايف قرني خايف لماذا لم تكلمش عمار سعداني؟ لماذا خايف أنا؟ يا سعداني قول لي لماذا بخاف خليك من الخوف لماذا ما تكلمش عمار سعداني على رئيس حزبه؟ جاوبني عمار سعداني يختلف على المجموعة الأخرى أه أجوبني أعطني السبب الناس رايحايرة اليوم النقاش في وسائل الإعلام إنه جاوبني كنت خبت جاوبني نراسل والله نقول لك هذه اليوم النقاش في وسائل الإعلام لماذا عمار سعداني التزم الصمت؟ هذا هو النقاش جاوبني عليه أول إن أنا مشكلتي ماش مع سعداني أه أنا سألتك ماش مش قلتك إي إي ماش مشكلتي معاه ما قلت لك ش عندك مشكلة يقدر والله ما يقدرش قل لي رايك قل لي رايك قلت لك سهلة لا خايف نخرج فاصل ما عنديش مشكلة كيبه؟ لا خايف نتأمن من هذه السؤال نخرج على فاصل أنا قل لي منه ما نخاف وارك تفضل تفضل جاوبني جاوبني لي نخاف منه ولا ما ورعش مع أنا جاوبني جاوبني ما عليش ياستي عبد الرحمن جاوبني يبسا ما تزربنيش ما عليش ما عليش تفضل شعب الكريم باش يكون الكلام مليح تفضل تفضل والله أنت لي خايف من الكلامي أنا ما خايفش تفضل أنا ما دخل كاميرات قدام كثلات كاميرات تفضل خير لي ذلك أنا ما دخلش في راسه هذه اللولة وما دخلش في قلبه ويظر لي هذي مستحيل بقى ندخل في راسه ألا ندخل في قلبه أنا عرفش أنه ويته ولكن ما أعرف عليه أنه هو يتعامل بواقعية تخصه هو الحاجة اللي يضره ما يديرهاش وش ده هو يروحي يعلق على رئيس الحكومة تها فرنسا وهو اليوم راه بولك في فرنسا ويحتاج يروح لفرنسا أنا منش محتاج يروح لفرنسا ما عندي فيها ولو إذن الله هو ما تكلمش الحزبة تعتبره ما تكلمش أنا أتكلم نحن نحن نمت أمام أمام ونحن أقولنا وعققنا ونقولها ونعود ونقولها وإن شاء الله هذا اللي أنا صفتهم باللي هم صح أعضاء اللجنة المركزية أن يخطفهم ولكن تعال مؤتمر التسع والحل تعال المشكلة في حزبنا هو ما طرف فيها ما يروعوش يتبعو أكثر من الثلاثة خمسمية لما عندهم حتى صيلة بالنظال وبالحزب وراهم تحتموا عليهم في اللجنة المركزية رئيس بودفريقة كان على حق لما غير في الدستور ودير المادة 51 و 73 الجدد بتاع الجنسية الفرنسية وتاع الإقامة والليات مشكل كبير الآن في محنا كما هذي مشكل كبير يعني واحد اللي عنده إقامة في فرنسا ما يقدرش يتكلم على فرنسا واحد اللي عنده جنسية فرنسية ما يقدرش يرد على فالس مشكل جزائر ولا مشكل حقيقي هذا السي عبد الرحمن هذي كل مادة وعده 50 لما الرئيس بعد ما دار المشودة وانت على الدستور وتكلمت عليها الصحفة ومن بعد قدمها للحكومة وصبحت صيغة نهائية تقدم للبرلمان هذا الآخ اللي يتكلم عليه عرفته يا أخي ايه تتكلم عليها من مارس عندني ايوة وش يدير اعطار روحه دور يصبح الناس يتسألوا عليها علاقة لها رئيس الحزب ورئيس الجمهورية قدم الصيغة ما بقاتش قبل التعديل حتى في البرلمان ما تتعدرش وينوذ واحد اللي يعتبر روحه أمين عام تحت الرئيس تعالحزب ويقولوا أمام الملأ وفي الجرهيد وكذلك بللي هذه المادة ما هي الصحيحة ورانا نغيرها فاش وكذا لما نديروا القوانين التطبيقية قوانين العضوية معناه ما هيش غير موقف مرفوض رأوا حتى نية ما هيش مليحة يعتبر روحه بللي يقدري من التعليمات الأعضاء البرلمان اللي اللي موجودين عندنا في صنا في مجلس الأمة ويقولهم المادة 51 كيفوها حسب الرأي تعوه هذي هذي رأي رأي أسوأ أسوأ من الزلة اللي ما جاوبوش على مانويل فارس ومبعد نسمع بللي واحد من اللي نديره هو في المكتب السياسي وديره ناطق الرسمي تاهم ولا مسؤولي إعلام يقولوا نا بسعداني ما ما يجاوبش على خطراتكم على باك مراه وفي الصين وفي الخارج ما تتكلمش على الأمور السياسية تاهم البلاد الصين اليوم راهي على تمساميتنا كل يراهي عن بنيان كان قادر يجيبه كان قادر يستطياره ويجي لا معليش والملاحظة منه السياة عمار سعداني دات صريح هام جدا اليوم يتناهر بعد قضية بوشوير بتاع ورقة باناما إذو خرشني من موضوع اللي حبي تنثبته أنا كيف بنخرج فاصل سي عبد العمان خلص للوقت بنخرج فاصل خرج شكرا خرج للوقت بعد الفاصل نواصل معك الجزء الثاني عزائي المشاهدين فاصل ثم نواصل الجزء الثاني من حيث بوضوح لا تذهبوا بعيدا انتظرونا اهلا بكم مع عزائي المشاهدين مجددا في حصة بوضوح دائما مع ضيفي السيد عبد الرحمن بالعياط الوزير السابق والمناظر البارز بحزب جبه التحرير الوطني الصفة اللي يرفضها السيد عبد الرحمن ورئيس البيادة الموحدة ما تنسهاش طيب سيارة إلا كل مرة تنحيها ما أخذ موقف منها ما نيش ما أخذ موقف ويفاش تذرك التسيدي ما تذرك نيش كشو رحيني يديرو لك طيب يعني الله ناسيدي طيب أنا متحمل مسؤولي هذي أم التفقين طيب كنا نتكلم وقلت لك مثلا نتكلموا على الأزمة وانت كنت حابة واصل الهديث على حابة واصل الهديث لأنه لما أمر خطير كما هذا يصران هذا اللي ما نسمي روحه أمين عام عليه يكتفوا المكتب السياسي ويكتفوا اللجنة مركزية ويقول لي واخرين ما يدرقوا وقال لك أنا رايحين نديروا الدورة استثنائية سيدي مالناش محتاجين دورة استثنائية يتكلم واحد ويقول هذي غير مقبولة كما تكلمتنا ويقولوها ما دم حاسبين أرواحهم قيادة وما دم هما عندهم الوزائل يتكلموا عليها وكنت كنت تقول لي بل قضية بوشوارب هذي كنت أنا رايح ندرجها في ما يخص باناما بايبرس باناما بايبرس هذي راهي كيفاش يقولو من العبارة الشعبية هذي الطماع الرعيان يحسبوا ناس باللي عندهم مدرهم ويخبيهم بطريقة مدروسة وعد ما يفق بهم تطور الوسائل التكنولوجية وتطور العلاقات الدولية وما زيل قوة بين الدول تخلي حتى واحد ما عد يقدر يدرك حاجة خاصة في الأمور المال ومتع الاستثمارات وبالتالي إذا تكلمت لي إلى وزير الصناعة سي بوشوارب ما كلا أنت اللي ذكرته ولا أنا اللي ذكرته ولا واحد أخر هما كتبوها هذي المسألة بقعت عند من؟ بقعت عنده هو شخصيا لو هناك حتى من الأرندي من لا مسيح مدوياهية قال لك ما تدافعش أنت تقول أموال ما نشعارف منين دخلت ومنين خرجت ما هوش حق عليك مسيح مدوياهية بلك عنده حاجة في نفسي عقوب ما يمناش ولكن سلال معني بها سلال رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية معني بها معني بها لأن الناس اللي تبعوا فينا في الداخل والخارج هذا الأمر هذا ماهيش حاجة عابرة هذا الأمر هذا حتى الناس في المعارضة في الرأي العام عند الشعب يتسألوا كي تحب تسير باسم الشعب باسم البلاد يجب أن تكون عندك القوة لما تخلي حتى جانبتها الضعف وبتالي هذا الأمر مطروح ومطروح كذلك على الحزب اللي هو لأفلان اللي عنده الأغلبية ويقدر يقرر هذا لازم يدير لائحة في هذا الموضوع لائحة بخصوص وثائق أنا ما تنتظرش مني لائحة راني يدر تبين لأنك انت حتى فلت معاملة معايا ما تذكرني ما تذكرني الصفة هذه إذن ما لا لي حتى لوم لا أنا ولا القيادة اللي شفتها صباح جاءت معايا وبالتالي احنا الرئيس هو اللي يقول الحكومة هو اللي يعرف وشي قويها ورئيس ورئيس الحكومة كذلك هذا الأمر هذا أعطيتك الأطراف اللي هي ستلك الرابعة الطرف اللول هو سي بوشوار بنفسه يسأل روحه كما تقول الأمكرسوم في غناها يعني مطالب حبي تقول مطالب ويخرج للرأي العام ويتكلم ويوضح هذا القضية موقفه ومن ينجاو الأموال ومن الخروج أمارة بن يونس لا استنعى السلال وزملائه في الحكومة لا أمارة بن يونس اليوم قاله تصليح قاله هو الأمر يعني العدالة ما قاله هو قضي قاله أن العدالة هي اللي تتخدم العدالة في بوشوارب هو عند العدالة ما لك تحب تتغذر على شكي بخليلها لا تكلم على بوشوارب وتكلم على شكي بخليلها ما نعرف ماذا قال عمارة بن يونس عمارة بن يونس عنده نواب وعنده شركة في الحكومة هذي حاجته أنا نقول لك واش الرأي العام يطالب منها واحد وزير في الحكومة هذه دارت له بانا ما حويش ما يقدرش ينساها ما يقدرش يسكت عليها والله يقول يدزوا معهم والله ما عندهم ويديروا لي هكذا سلير كرئيس حكومة أمي العام بتاعكم دافع عليها سي عمار سعداني من الصينة موش تعنا على تقول يدين تاك على حقيقة عارفني أنا مانيش معه ما عليش انا عارفني بليراني مانيش معه ما عليش انا على تجرح فيها ما نجرحش فيك سي عبد الرحمن ما نجرحش لو كان انتخبوه في جلسة صحيحة ومثبت واحد ما حسدناهش يدبر راسه أما الآن بعد الفضيحة التي دارها في 2003 والنكبة التي دارها اليوم في 2006 كاتاستروف الأمر هذا في النقاش في الساعة السياسية وهو غايب والناس اللي معاه يحبوا يبرره وخايفين منه يا دين الله خايفين منه ما كش عام ما كش بايق يسيقراف هذا الأمر هذا أنا مانيش حاسدينه بس لفاتي لا هذا أمر يسبو رئيسنا وفي بلادنا في بلادنا يا رحم والديك فاديك خرج السورة مريض لو كان ما جاش شوية يستهط بنا اخي الرئيس وين دار البرس ينتعو العملية تعوين دارها أخي دارها في بولدوغراس وين دار النقاها تعوه أخي فليزان فاليد فرنسا غايب عليها بشرها مريض الرئيس والله واشرهم الحظوظ انتعوا في الشفا دارها انتاب بشرهم هاكم مدرقين على الشعب أنا أقولوا له يا الشعب مطالع على الحالة الصحية تأسيبو تفريقا خير منك يا فارس وراه يتألم لها وراه يتألم لها ألف حساب على المؤسسات نتعوه هذا يجي حبي تغضب باللي ما درنا لك تعبوشو ولا ما درنا لك حاجة أخرى صفقة الأسلحة أيضا الصحافة الفرنسية تكلم عليها قلت لك ما تجناش صفقة الأسلحة أيضا يعني العديد من المشاريع حبيين يديوا صفقة من الأسلحة انو فرنسا الشركة تحت على الأسلحة تولي تبيع السلاح لجزائر شوفها سي تقول وش قال قال لا بوليتيك دولا فرنسا نصفى با لكوربين ما وش يستنونوا لا بورس ووش تقول با يخذوا موقف احنا لا بوليتيك دولا ديفونس ناسيونال ما هيش باش نرضيوا الرغبات التاع فارس ولا تاع مقدان ميركل ولا تاعبوش ولا واحد أخر هذي هي هذا الأمر هذا ما يغلطوش فيه كس كسيكسا وكثيري شاف باللي حتى موقف حزاب المعارضة كان أفضل من حزبكم يعني حتى الوزاح النون اللي كانت غضبانة وزعفانة قالت انو أمر داخلي واستعملت بعض المصطلحات شكروه انو الرئيس مريض ومرئض وعارفين مريض لكن أمر داخلي حتى كيعود كين قرار حنا اللي نديروه الجزيريين موش بل عند فالس شكروه بلي جاتك الفورصة ونتمت الصورة سيئة وقاتمة على الحزب تانا ما تقول شك تاسيك ثم اللي مديتوا الصورة تعكم موش أنا للمتا ثم اللي سكتوا قواعدكم اللي يراي غضبانة وزعفانة موش أنا أنا مديت أنا قواعد تاني يعرفوني ويعرفوا موقفي في الموضوع وراني يقولوا أما هذولي فرضوا روحهم فرضوا روحهم وعفشوا في القواعد الحزب وحسبوا بل يراهم نبحو كانوا في اللجنة مركزية إذا تخليهم عمار عي السايداني في اللجنة مركزية داروا في المكتب السياسي وشنهي العربون تاهم أنهم يسكتوا إلا تجي في اللجنة مركزية والمكتب السياسي باش تسكت كنت في داركم خير إذن هذا الأمر تتعير فينا تقولي المعارضة خير منا فاش خير منا لا أفضل منكم بعض أحزاب المعارضة بخصوص رئيسكم وما تكلمتوش عليه وما دفعتوش عليه من تلك تمد موقف اليوم اليوم وينبالي أول مرة لكن أهوية تتحبني نستنى أنا كل ما يصوتي ونصوتي معهم كيف تقولي أنا أنا راني مسؤول وراني عندي قيادة معايا وراني عندي قاعدة راي موجودة في كل القسمات قابلينا سي عبد الرحمان لا تحبش تسمع لها درنتا صباح وانا نسمع فيك سي عبد الرحمان انتوما قانعين وقابلين قولي وش الموقف درك الان قانعين بلي قانعين بلي رئيس الحزب هو عبد العزيز بوت فليقة قانعين بلي يقول لك ما كانش الوثائق ما كانش في وزارة الداخلية راي شكشوكا يقول لك روا رئيس الحزب وفعلي وشفنا خاوة طلعوا وتكلم وكان يقول لك لا الوثائق قانعين بلي عند الداخلية كي نكلم كبير على انه ما كانش رئيس الحزب يقول دي زلت على الداخلية غير ما تكلمش عنها لا نتكلم علامش ما نتكلمش ما تكلمش عنها سنزيد ندير عداوة أنا مع رأو زارة الداخلية ما قطلكش دير عداوة نتكلم بخصوص رئيس الحزب الرئيس تاكم وزارة الداخلية له تطبق القانون ما هي مخيرة هي ملزمة بالحرص على ان القانون يطبق تعب دفنتنا ودومبيلتراز عفسوا في القانون والعادالة لم أعطيت الرخصة لغاتها ومع هذا داروا الاجتماع وزادوا داروا اجتماع اخروا داروا مكتب سياسي وزادوا داروا المؤتمر خارج القيادة هذه الداخلية زادوا تعطيتهم الرخصة ورانا طعنين فيها عند العدالة أما انت تقول لي بللي اسم الرئيس موجود في التصريح اللي داروا سعيداني والناس اللي معاه عند الداخلية هذه داوة أمر وما دارش حتى تعلجنا مركزية ما عندهمش تحديتهم قلت لهم ديرونا القايمة أعطيتهم هنا نشوفها أكثر من الثلاث مزالوا في أحزاب أخرى ما فيهمش الشرط الأقدمية ومعادين للحزب وش ولات هذه اللجنة المركزية أسوأ من سوق الحمراش قديما موش يدرك أسوأ يعني بمعنى الفوضى ويدخل فيها مون يدخل هذا الأمر وزارة الداخلية نقول لك هذا الجانب قانوني وزارة الداخلية عندها الوجب تعال حرص على التطبيق القانوني تاسي عبد الرحمن عياط معا 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 انتا معا أنه يكون قلنا بالعياط موش عياط لا بالعياط طيب عارف انه بالعياط انتا معا أنه يكون عبد العزيز بود فليقة رئيس للحزب انتا معا هذا الأمر هذه قصة لمشي لول مرة اللي درناه رئيس الحزب كنا في وقت شتيش شاد لي من جديد كي درناتها عدودية كان رئيس الحزب وفي وقت من الأوقات قدم استيقالته ولكن استيقالته بقات عند الأمين العام كي شبه سرية حتى انتطورت الأمور كيفاش شي عبد العزيز بود فريقة صبح رئيس الحزب لما العدالة الغات المؤتمر الثامن وطلبت باللي يتعود وطلبت من 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 الأمين العام اللي كان علي بن فريس باش يعود المؤتمر هو فضل الاستيقالة واحنا قعدنا ثمان شهر تسع شهر واحنا نسير في مؤقت مع سياء ابن الكريم عبادة وكنا في ثناش وباش ما يضيعش الحزب واضطرينا نتكلموا مع تصحيحية اللي فيها نسيب الخادم وفي بها إخوة أخرين اللي هما ساندو الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفريقة في العودة الثانية وبالتالي مدة تشع شهر واحنا في صورة مؤقتة كي جينا درنا المؤتمر ولمينا أمورنا وجمعنا بعضانا نجال اختراح نتاع عبدالعزيز بوتفريقة كرئيس الحزب وبعثنا رسالة قراها سيب السيح بسيبوا إعلام بالسيح والرئيس قال أنا رئيس كل الجزائريين وأني متشرف كذا وعملنا لأموندا تعال كوميتي سنترال برئاس الحزب حتى المؤتمر السابع كيب الخادم كان السلاح في يده والحق من جهته وراح طلب الثيقة واللي كانوا متكلع ليهم وما صوتوش عليه صبحنا في الوضع ليسطوا على الحزب عمار صعداني ويتبعوه ليحبوا يستفادوا وزاد وصل بيهم انت عملت مليحكي يقول تاري أنا كنت نجالها مدرقين عند وزارة الداخلية باللي عبدالعزيز بوتفريقة هو رئيش الحزبية أخوتي وكيف هذي كيف هذي كيف هذي أنت؟ وكيف هذي كيف هذي كيف هذي تاني أولا نسألك؟ لا لا نسألك في روحي معاك ونسألك المناظرين يسألوا رواحهم معايا وكيف هذي يشوفوا فينا يعرفوا كيف سرنا نقصيه وكيف سرنا نعانيه وكيف سرنا نرفدين من هذا الحبء من هذا الحمل وأمور وأمور أما ملف اللي اديناه للعدالة اللي اديناه للعدالة في رمشة عين يقدروا يعرفوا كيف كون الظالم وكيف كون موج ظالم ويلغيوا المؤتمر ومؤتمر هذا لازم يتلغى لازم يتلغى لازم يتلغى ونديروا مؤتمر آخر يشاركوا فيه أساساً هذو أعضاء اللجنة مركزية هاري يراني محتفظ بيكم في السجيل التي تعنا خليهم في الكناشة خليهم في الكناشة عندك قولي ماذا نسميهم الكناشة ها العبارة هي مشمولية هذه الكناشة طيب قولي وش الحل اللي يدرك مع فرنسا كيف تشوف انت الحل الحل مع فرنسا إذا ما تجمع رجليها سمته قردفو قدام لأفلان قدام صحابها ماذا خدمة هذه؟ أنا ثايق في دبلوماسية أنا وأنا درتك في النقاط قضية موقف الولايات المتحدة في تقريرها ضد فيما يخص الرشوة وحقوق الإنسان داخل الجزائر أنا نسجل لنا في الحصة هذه بأننا مع رمضان رمضان العمامرة رمضان العمامرة في الموقف انتعوا ليرفض هذا الموقف الموقف دولة كيفاش رمضان العمامرة؟ بس عش كولية يتكلم عليها في الموضوع هذا حسدته تايب ما حسدوش الله يزيده بالعكس لا يعني نقولها لك على خاطر كير خرايا ما يقولوه هاش هو قال هو لازم عليه ولكن لازم عليا أنا بسم حزب بالتحرير الوطني نقول له مؤيدك ومواقفوا معاك وما نقبلوش يزيدوا يديروا هكذا هذا الولايات المتحدة وش حاسبين رواحهم يسيروا في العالم إبعا عندنا احنا ما تنديرش حاضران تاعهم تبقى عندهم قال لك هانا وديرونا وما عملتوش هذه وما عملتوش حقوق الإنسان وعندكم الرشوة وش نقول له أنا إلا جاوكم المرتاشين ما تقبلوهمش إلا بعثوكم ودراهم تاعهم ما تقبلوهمش وانتم اللي مديرين في قونتانامو ومزلوا محتلين قاعدة في كوبا ويجوا ويدرسونا احنا الموقف انتاعهم فيما يخص البوليزاريو ها لو كان هما يخذوا موقف حتى تما لا فلان الموقف تاعكم عادموش ولابد في حتى انتم لا فلان عاد المولا فلان الرسمي نتكلم موقف كوملك بوليزاريو رسمي تويل حطيتوه عندي عمر سعداني مين آه اه رسمي هاول لانها في الوجنة المركزية هذه تعال مؤتمر التاسعي هذه هاي مزلت حية ومزلت بعقوقها كيفه البوليزاريو اللي راهم قادرين يغييو المغرب ويخرجوها ولكن بالتصرف الحكيم تاهم ما يحبوش يشعلوا المنطقة يجيوا ويصرح عليهم أنا أنا تكلمت عليها كلمت عليها في حصة عندكم ولا لا وتكلمت عليها عند جارية الشعب وقلت كيفاش هذا منهم وعلى هذو اللي يراهم سواديزون لجنة مركزية جديدة لا ما يتكلموش يقولوا الكلام التاسيه هذا ما يلزمناش يخرجوا يعني على صمتهم كيف تطيش انت لا يجمو معنى ركتسب في اللاين باي ركتسب في الأحزاب وكل شكول يصد البوليزاريو ويقول هو باللي إحنا لو نتكلم عليه رايت تحرك ويش تحرك ويش تحرك هذو الولايات المتعدة كيحبوا حقوق الإنسان قولهم انصفوا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ولا تديروا هكذا على ما يقولوا هاش بسيدي نقول لك الاعتداءات اللي داتة لنا فرنسا موش غير هذه في التغريدة تا فارس هذه تتعالج نسأل هنا طيب التغريدة تا فارس نسأل هنا ربما سؤال مهم داروكم احتلا فلان في فرنسا عاسية شفت الزلان الكبيرة وراهي داروكم احتلا فلان في فرنسا دارونا فلان في فرنسا نحن رانا عندنا سؤال مكتوب كيف يا؟ رانوا يقدموا بوعلام جاء النور الدين جعفر نايوة من مجلس الأمة موجه للاخ سلال رئيس الحكومة وعندنا الإخوة نحت ونواب أخرين باش يقدموه في المجلس الشعبي الوطني يعني تجندتو انتو لفلان الموازي تجند الان من أجل استعادة هاد السيقر يعني هاد الرمز تحيز بيبتح للوطني في فرنسا بدي البرك ما تقولش موازي اه موازي خليني نتكلم انا نمشي مع القانون ما لا هو اللي موازي هدا قانونه اه اه نوه هدا من القانون الى انا رايح للشرع اه وحطه عندي العدالة ايوه وانت بعتنا خلاص باللي هوا عنده عاق ما بيعكش طيب طيب معليش في حقك صح ماكش خاضي انت كمل لي ارجع لي بقى وخمس دقائق انا مانيش موازي معليش 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 ارجع لي بقى وخمس دقائق باش ما تضيعش الوقت سي عبد الرحمن قلت لي راح تديروا سؤال كتابي تديروا سؤال مكتوب ايوه ها هادو النواب اللي يشتغلوا معاك يعني ها النواب اللي يشتغلوا معاك انتا هادو نواب وراهم هادو اللي مش قابلين المؤتمر موزيف مش قابلين فلان امين عام وخراين عظاها مكتب سياسي واللجنة مركزية احنا ما نقبلوه هاش وما ما قدروا عليها اولو لما قلت في الجرنان ها نفاسو كيبا يدروا لاشوازا وذوق نساويوها خايفين ما يقدروش يخاطبوا الادارة الفرنسوية احنا خاطبوها خاطبوها ورا يخرج الطريق دابورن كيفا تعتمد حزب سياسي ينشط في باريس وديروا الاعتماد في باريس وراه سيادة القانون الجزائري واذا تدخل الانجيرانس عندنا في امورنا وثانيا زيد كثير من هكذا انتحال واغتصاب اسم لؤفالان يسميه لؤفالان في باري انا بارك باللي فرنسا اللي دار عليها الحرب هو جب التحرير الوطني واضطرت وتفاوضت معاه ودارت معاه لزاكور ديفيون لزاكور ديفيون هاني جبتهم لكل هنا في الاتفاق التاعهم يقولوا لأفالان ايروكوني كوم بارتي بوليتيك باش نحضروا الاستفتاء تحت تقرير المصير ولأفالان باقيا رسمي من هاذا كل وقت فيوش الفرن العمEL إلى خارج عمينidän ١٧ في لأ unfolding sistet في فرنا qu découvrir فيوش الفرن العمEL وفن اطلاعني جائز حتى العمال而 сердساا وفي قانون الاحساب يقول جبهة التحرير الوطني اللي مرتبتها السياسية والتاريخية ما وش مطلوب منها دير التصريح الأولي ومعناه لأفلان اللي عنده لمجوريتي في التعددية من 2002 و2007 و2014 جي ان ديسيزيون في البريفكتير دو باري وتعتمد حزب دير السياسة على الجزائر وهو معتمد في فرنسا هذه إهانة ما بعدها إيمانة وحنا كنديروا لكيستو إيكريت وحبناش نديرها أورال عندنا فيها قصد ونحطوش هذا الأمر تحافظوا على علاقتكم مع الوزير الأولي نحفظوا على علاقتنا ونحافظوا على توازن البرلمان بغرفته ونحافظوا كذلك القرار السيادي تاعة الجزائر وهذه لوكازينو أعطيتها لي رانا نخاطبوا الرئيس الجمهورية لنقولوا مسيو البرزيدان فالوضع القوى قمنا بإمكانهم حرش مختلف ومعاق بأمور مريبة لدينا الحق نقوله مريبة ومن جنوبي في الجورنال الوفيسيال في الرببليك فرنسيز في الرببليك أسوسيياشيون عندي اللي هنا بالفم واللملا وننشره في وقته هذه ديرونا حزب معناها معاولين على بنت كلب معنا معاولين وعادوا يستضيفوا في فرحة مهنة يعني يستضيفوا في فرنسي ويتكلموا معاه على أساس أنه زعيم وأنه رسمي وأنه كده ما يجيب لهم فرحة مهنة ما يجيب لهم لا في ملد القبيل ولا في مضرب أخر هم مديرينه شوف وش يقولوا ما غاظنيش تدوره غاظني النقش اللي فيه الذبانة الذبانة ما تكترش ولكن توجع القلب هذا محني ومحني والله اللي جماعة اللي معاه يحبوا يحاربوا على الفكرة تاحهم مش ربي عيونهم يضبوا الروسهم ولكن ولكن هذه اللي كانية تدير هكذا النية انتحها نسمع في الوزارة انتحها ايرو وكل الوزارة اللي يجيوا لنا وش يديرو و آية الوزارة يمكننا بجيوم أروا مراحلين امر وعلو طيب و يحية قاعد يسجللكم في نيقات واييا قاعد يرسل عليكم وما تتسفرجوا وتحاربوا في بعضاكم اقاعدين تحاربوا في بعضاكم قاعدين نتحاربوا في بعضاكم ماانش تحاربوا في بعضاكم قاعد يبرز ومو واحد قاعدين يبرزوا وانتم واحد كيفاش يعني كيفاش احنا مشكلتنا ميش ما وهي اذا كانت رئاسيات ولا قادري كي يسجل لكم خطوات شوف الرئاسيات باختصار بقتل دقيقة فقط باختصار اذا كنت توصل لحاجة اعني اهمل ولي مختصار اخليك من التعليق قولي دقيقة برك اتسمى رك ديريجي فيا صح معليش انا مقبلش سعيداني ديريجيني انا مقبلش هذ المكتب السياسي ديريجيني يا سيارة لعبة دقيقة استغلها قولي كيفاش تشوف شوف احنا قارئين المؤسسات تانا والدستور كما ينبغي ايوا احنا موجدين رواحنا للاستحقاقات اللي هي محددة قانون ايوا موجدين رواحنا للتشريعيات والمحليات في العام الجاي صح من اللي اسيات يجيوا في 2019 ايوا لكن احنا عارفين باللي عنا الرئيس مريض ايوا والرئيس نعرفو حبه للجزائر ناعم ونعرفو غيرته على ما كانته وغيرته على ما وقفه في اي وقت الرئيس ياخذ قرار في هذا الموضوع احنا هيكليا وذهنيا مستعدين نكون الرقم الاساسي في الرئاسيات المقبلة عندكم مرشح؟ ها الهيئات انتعنا نصقموا امور حزب ونديروا مؤتمر ونديروا مرشح ونديروا مرشح ونديروا مرشح يكون في فمه اللملة ونديروا مرشح انتعنا يكون عنده كذلك تعاهد مع الأحزاب اللي هي من الصنف انتعنا ولي هي عندها علاقات معنا وتتفق معنا في الأساسيات وبالصح احنا رانا موجدين باللي احنا الرئاسة تكون من عندنا جميع خلص الوقت نعم اولا جميع مسؤول عنده الجنسية الفرنسية والله الاقامة بفرنسا انت معه انه ما يكونش في منصب كبير بالبلاد لا كبير ولا صغير وش نديروا به ولا وش يدير بهذه الجنسية هذي إلا تحتمت عليه جنسية او اقامة لان في هاد الصراع مشكل ولا انه مشكل زي بعضهم كتروا تدير اقامة تدير اقامة وتسيير لنا يشي بابوتي بلادي اذي في السيلي ما ملعبتش كيفة تا عندك اقامة في الخارج وتسييرنا منها هاو يدير عندهم اقامة او ما مشو بودن يحكموك يحكموك يكسلوك تواننا ما نحبوش القرار لمن عندنا يتحكم طيب نشكرك سي عبد الرحمن بالعياد الله نشكرك على حضوركم نتمنى لك التوفيق اعزائي المشاهدين لهنا وصلنا الى نهاية هذا العدد في حصة بوضوح انتظرونا العدد القادم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة